الليدرشب كوتشينج بروغرام أحد البرامج الشهيرة في العالم وتقدمها عدة جهات وهي تهتم بتحويل المدراء إلى كوتشز لكن كوتشز قياديين أي أنها تحول المدير إلى قائد ولكنه قائد كوتش أي أنه قائد يجيد الاستماع لموظفين ويجيد طرح الأسئلة التي تعزز فيهم الانتاجية وتخرج أقوى وأجمل وأفضل ما عندهم وبالتالي كثير من الشركات في هذه الأيام تحولت من الكوتشينج التقليدي إلى البرامج الطويلة التي تعتمد على أساس الكوتشينج سواء كان على مستوى الـ Group Coaching أو كوتشينج المجموعات لـ Executives أو المدراء التنفيذيين أو الكوتشينج الفردي للمدراء التنفيذيين أو تحويل المدير كليا إلى أن يكون كوتش وبالتالي يكون قيادي محنك ورائع وقوي وإنتاجية عالية قوة الكوتشينج أنه يطرح تساؤلات هذه التساؤلات تساعد الشركة وتساعد المدير أيضا التنفيذي على أن يكون أكثر وعيا بذاته وبمنشأته وبالسوق وبالمنتج وبالتالي يعطي قوة أكبر في الانتاجية ويكون أكثر حذرا والمنشأ أيضا من خلال التساؤلات والأسئلة الجيدة التي يطرحها الكوتش تكون أكثر وعيا وأكثر حذرا من السقوط في الأفخاخ أو الأخطاء التي قد تخرجها من السوق بالكلية الكوتشينج يفيد وهو قوي ولا شك وهو نصيحة للشركات أن يبدأوا في إدخال الكوتشينج ضمن استراتيجياتهم حتى نستطيع أن نرتقي إلى مستوى الشركات العالمية ترجمة نانسي قنقر